السلام عليكم زميدكم محمد شبيش ان شاء الله نحن نبدأ في شرح مادة جديدة ومثاق جديد اللي هو تحليل واتخاذ قرار اه بحب احكي شوال عن المادة قبل ما نبلش ويحكي عن شوالي التفاصيل قبل ما نبلش في شرح المادة المادة من المواد اللي يجد من المواد المتوسطة ما إلى السهولة كثير يعني ما من المواد الجد سهلة وحلوة المادة بتنقسم لقسمين تمام خلين نحكي انه شابتر واحد واثنين وثلاث هي عبارة عن كونسبت كونسبت شابتر اربعة وخمسة واثناش كلياته حل ما فيه كونسبت ابدا تمام طبعا اللي بدخل معاكم بالمد واحد اين ثلاثة واربعة تمام المادة من المواد حكينا اللي جدا بسيطة رح اشرح فيها التفاصيل كامل ان شاء الله ونحل الامثل امثلة زيادة يعني نمشي عكل التفاصيل يعني كالعادة ان شاء الله تعالى بس بحب انوح ايش يعني ايش مهم صحيحين انا رح اشرح تفاصيل اشرح جزئيات في كل يعني كل تفاصيل ارا افصلها تماما وتفاصيل كونسبت كل اشي لكن فيديوهاتي هي مساعدة وهي يعني خلال نحكي مساعدة للطالب في حال فيه ما فيه مش نقطة معينة لا تيني عن محاضرات الدكتور صحيح انو رح اشرح كل التفاصيل بس محاضرات الدكتور مهمة تمام لانو ما بنعرف من فصل لفصل شو بيختلف اوكي ولكن انا رح اشرح كل التفاصيل احل كل الامثلة اللي زيادة كل الافكار اللي مرنا عليها بحيث انك انت لو حضرت على الفيديوهات ان شاء الله تاخد يعني رمز بغضيق جدا ان شاء الله بلايه باذن الله تعالى طبعا زي ما حكيت اه من شابتر اه واحد واثنين وثلاثة هي عبارة عن كونسبت تمام شابتر ثلاثة فيهم شوية حالين فكرة بسيطة واردي هتفضوا عليها وهمول كمانين فكرة بسيطة جدا لا تعتبرش حال يعني اه بالنسبة شابتر واحد اثنين ثلاثة اه رح اشرحهم بشكل سريع امر عليهم بشكل سريع يعني ممكن يكونوا كل اياتهم فيديو واحد بشكل سريع جدا لانه هو عبارة عن كونسبت حفظ اوكي وحفظ بسيط سهل واصلا انت رح تتشاف حالك لما تشوفوا انه انت فاهمه فممكن امر عليه بشكل سريع بعدين لانه الجذيات الاكبر والجد اللي بدها شغل اللي هي الحل جدا سهله طيب اه نحكي بالبداية اللهم علموا ما يفعنا طبعا في البداية اه بدنا نأكد عليك طبعا هذا اه بدي اكد عن شي مهم كمان الاكزامبل زي هيك الاكزامبل اللي طوال تمام بدك تقرأهم تفهم شو هم وشو فكريتهم في بعض الامور انت لازم تكون حافظها في الامتحان ماش كنا نحط يعني نحكي مثلا الشغلات اللي بالاحمر انت لازم تكون مش حافظها يعني بس مجرد تفهم انه منظمة تشوف الامتحان تعرف تجاوب عليها مثلا هون ابسط مثال على هذا الاكزامبل طبعا رح تشوف اكزامبل مهمة الاكزامبل مش كثير مهم اه مثلا هون في عندي انا شركة او منظمة ال او دي اي هاي المنظمة هي عبارة عن اه منظمة للمبيد الحشر يعني او اللي هو من التبيئة يعني زي هيك اوكي هاي المنظمة هاي المنظمة عندهم اه بدهم يقترحوا انه يستخدموا اه اللهم صلى الله عليه وسلم المبيد حشري اوكي بدهم يقترحوا يستخدموا مبيد حشري اذا الاسم مبيد الحشري اسمه ايش البيتي اوكي اللي هو اختصار اذا فهذا المبيد الحشري في حال استخدموا يعني هو اقترحوا يستخدموا في حال استخدموا لازم يحطوا ثلاث شغلات هاي الثلاثات انت لازم تكون عارفها اوكي لازم تكون عارفها تاركت سبيسيفك في عندهم تاركت تاركت سبيسيفك لتل دمج لازم يكون في عندهم الهدف تبعهم لتل دمج على البيئة على الهيومنز برضو تمام والنقطة الثانية لازم يكون في عندك تستخدموا هذا الاشي والنقطة الثالث لازم يكون فعال يعني بشكل يعني بسيط انت اقرأ الاكزامبل حاول افهمه برضو الدفتور يعني سيشرح لكم هيا بالتفصيل فهو كونسفت يعني ببساطة او يعني هو مقدم انتقول لك عشان يفهمك ايش اللي هو الديزيشين ايش هو ديزيشين ميكين كيف بدي اخد قرار تمام حسا الاشي المهم اللي انا اصلا بدي اوصل لفكره يعني هذا الاجزامبل الهدف تبعه والغرض تبعه معاشي عشان يوضح هاي المصطلحات او هاي المفاهيم حسا انا في عندي سؤال بحكي لك انا متى عندي بيكون القرار صعب انا ما بدي اخد قرار متى بيكون القرار عندي صعب لما يكون في عندي خمس شغلات لما يكون القرار عندي صعب بتوافر خمس شغلات ومعرفة كمبلكس هسه ما يحكي شو هو Uncertain Multiple Objective Different Perspectives Sensitivity أو Unstability وبالمناسبة هذا هو شابتر خاص له شابتر خمسة ومعرفة كمبلكس الكمبلكس ببساطة انت تعرفه هيك شغلة معقدة طيب هذا الاشيء المعقد كيف يعني لما يكون فيه عندنا اكثر من أبجكتف وأكثر من رأي هذه السؤال تبعنا عيننا سريع Objective شو هم اللي انا حقيتهم. تارجت. سبيسيفيك او لتل دمج. سيف. ورسكنسيبال افكتيب. هذول اوبجيكتف. في عندي ثلاثة اوبجيكتف. ثلاثة اوبجيكتف بدون يتحققوا. وبنفس الوقت الثلاثة اوبجيكتف بدون يتحققوا. في عندي اراء ملتبل برسبيكتف. شو هم هذول ملتبل. اللي هو تابعون المنظمة. اوكي هيك هتو درس السؤال. انت بعد ما تقرأ و تفهم وحتعرف هاي الشغلات لحالك. تبعو المنظمة. المنظمة اللي انا حكيت لك عنها هيها. هاي اول رأي. عندهم رأي. والرأي التاني اللي هو مسؤولين الغابات. اللي هو الفورس تي. اوفيشنز. هيا. مسؤولين الغابات. هيك بصير عندي انا القرار صاحب. انا لما بدي اخذ ابسط مثال. احنا لما بنروح ننزل المواد. انا راح يكون في عندي هدف. الهدف تابع مثلا اني انا. عندي مثلا هدف يا اما اني اداوم يومي. زدول يكون سهل. او اني اداوم. حال ثلاثة خميس و دوام متعب. مثلا. تروح اسأل ناس. انا راح اسأل اكس. راح اسأل واي. راح اسأل زت. طلع عندي. اعراء. فانا بدي اقارش. فهذا بسي في عندي كومبليكس بالقرار. هذا عشان تنفهم النقطة. بالنسبة للانسيرتينيتي. اللي هو عدم يعني انا اشي مش متأكد منه. اشي مش متأكد منه. هذا بسميه تشانس. لقد دام لما لو اخد اشي. راح نصير نحكي عنه تشانس تشانس. هو نفسه الانسيرتين. التشانس. التشانس. ببساطة. بسؤالنا هاد. انا بدي اعمل مبيت حشري. ارش مبيت حشري في منطقة. فانا مش عارف. هاي لهذا المبيت الحشري. ايش راح يأثلي على الاصابات. من هذا. بهذا السؤال طبعا. السايت اوف انفستيشن. اللي هو حجم الاصابة. لو رشيت مبيت حشري انا. كيف راح اثير? ايش حجم الاصابة? من درجة الاولى من الدرجة التانية? هادا انسيرتين. ما بعرفه. الهيس ايستكت. هادا كله انسيرتين. انا ما بعرفه. نضرب مثال تاني. انا ما بدي اننزل مواد مش هؤلاء. ما عشي? او بلاش. انا معاي مبلغ من المصاري. نفرض انه انا معاي ميتين دينار. هدول الميتين دينار. انا خليل نحكي الفين دينار. هدول الفين دينار. انا فائدة. او اني بروح باستثمرهم. بعمل انفست. بستثمرهم. طيب انا كيف بدي اقرر? اخذ هذا القرار ولا هذا القرار? بدي اخذ. اشوف هم من الشانس نود اللي انا ممكن اوقع فيهم. الانفست. الانفست. انا اخذت استثمار. هل مثلا استثمار بارض? هل الارض حجمها? هل اني راح اربح? هل اني راح اخسر? هل اني راح ايه. اصير مثلا علي بكون معاي الفين سير معاي بالسالب. هده شانس نود. ما بعرفه. بدي احلله وادرسه. سيلنك نفس الاشي. وصلت للفكرة. هذا الانسيرتيني. او لتشانس. انا اشي ما بعرفه. ملتب الوبجيكتف حكينا عنه. الديفرنت بيرسبكتف حكينا عنه اللي هو الاراء. اي زي ما حكينا احنا في عنا ديهتين للاراء. اللي هو مسؤولين بابات. واللي هي الانفايلومنت او لنفس هالمنظمة انا احكيت لكم عنها. ببساطة. احنا لما نجي نوه ندرس اي اشي. انا ما بدي آجي ادرس اي اشي. نفرض انا عندي هنا الالفين دولار او الفين دينار. روحت استثمرت فيهم انا بدي آجي اعمل فيهم انا قررت اني اروح اعمل فيهم استثمار. لسه انا ما عملت الاستثمار. انا بس ببالي ان انا مقرر. طب كيف بدي اعرف انو هذا القرار صح ولا مصطح؟ بعمل اناليسي. هذا اناليسي يبين لي كم القرار اللي انت اخدته تمام ولا مش تمام ببساطة روح ناخد عنه في شابت الكامل وهو عليه حل ترى هدول اقرأوهم يعني انت كيف يختلص القرار حكينا هذا concept احنا مش رح نورع كل شيء concept لانه هو عبارة بنهاية عن حفظ يعني والمادة حفظها بسيط وقصير جدا كل سلايد بيجي عليه سؤال سؤالين بالامتحان فكل سلايد تقولش فاهمه حافظه مش حافظه بصم مجرد انك فاهم فكرته لانه بالامتحان انت رجب تسقرأ السؤال توائر ملتبت تعرف تجاوب ببساطة تمام طيب برضو انا بدي اكون عارف بدي اكون عارف اشي اسمه التسفين اناليسز التسفين اناليسز اللي هو هو عبارة عن approach هو عبارة عن approach او نهج هذا النهج شو بعمل لي بعمل لي انا اقدر افكر بطريقة ببساطة هيك انت فهمها انا لما احكي التسفين اناليسز يعني تحليل القرار هو approach او نهج ماشي ليش بستخدمه عشان احلل او احلل مشوه تبعه القرار بطريقة systematic شايف انت هيك مجرد ما فهمت تعرف تحفظ ببساطة الدسفين اناليسز هدولا جدا المهمات لازم تكون عارفهم هو بعطيني provide لشغلات بعمل لي net provide لشغلات بيزودني في اربع شغلات وحنحكي عن trade off شغلات شي اشي مهم هسه كمان يعني هذا هو الشابتر واحد بشكل بسيط وانا برضو يعني بدك تكون تميز بين strength وال weakness عبارة عن concept بسيط جدا احنا عشان لما يكون فيديو طويل بشكل سريع دائما دائما انا بدي اخد decision رح كون في عندي input لما بدي اخد decision انا حكينا معاي مثلا الفين دينار بدي اعمل فيهم ايشي بدي استثمر او عملهم saving طيب انا بدي اعرف انا ايش اروح على اي قرار انا عندي input معلومات input هاي المعلومات تنقسم لقسمين في عندي ايش اسمه subjective judgment unscertain subjective judgment preference preferences ال preference اللي هي نفسها خلال نحكي sensitive analysis تمام اللي هي التفضيلات تفضيلات اوكي طيب هسا اي قرار في الدنيا اي قرار اي قرار addition analysis في الدنيا في انه نقاط قوة وفي انه نقاط ضعف اوكي في انه نقاط ضو قوة في انه نقاط ضعف شو يعني نقاط قوة شو يعني نقاط ضعف نقاط القوة بشكل عام بشكل عام هي بتعملي not ignore subjective judgment يعني هي ما بتعملي ما بتعملي اي تجاهل لا اي معلومة اوكي بتعملي هي بشكل systematic خلال نحتي هاي بشكل systematic ماشي systematic لكل ال information حيث اني انا اوصل للقرار تمام ال weakness ال weakness ببساطة احنا نفهمها كفهم كل شخص له طريقة تفكير مختلفة يعني احنا ناخد sample مثلا انا هاي شخص x وشخص y شخص x تفكر بطريقة انه يروح لل saving وينه اسبابه مثلا شخص y يفكر انه يروح لل invest investing وينه اسبابه فبالتالي كل شخص رح يروح مع اسبابه ورح يتجاهل مثلا مجموعة معايير مهمة تمام فهذا اللي بنحكي فيه بال weakness بال weakness كل شخص يفكر بطريقة مختلفة ل human يعطيني imperfect information اما لما امشي انا بطريقة systematic حوصل يعني لكل الامور كيف بدي ااجي خطوات القرار اعرف هذول خطوات كالترتيب وكل واحدة شو هي خطوات ثابتة يعني واردي اظن مروا معنا مواد ثانية مثل مش عارف بس مروا معنا مواد ثانية هون example اني انا في الاناليسس وين بستخدمه في البزنس كيف يعني في البزنس زي ما حكينا اني انا بدي ااجي مثلا اللهم صلى سيدنا محمد اه مثلا forecast انا بقدر استخدم الاناليسس بعمل forecast لما اعمل forecast اللي هو في البي بي بي سي زي ما اخد في البي بي سي ال forecast اللي هو التنبؤ بالطلب لما اعمل forecast هل انا اخد لما اخدش اطلب order ولما اطلبش order ببساطة برضو في قطاع الmedicine برضو بستخدم الاناليسس كيف يعني انه هذا الاناليسس بتساعد الدكتور عساس انه ياخد القرار يعني الحالة الطبية شو ياخد شو يسوي برضو بتساعد انه هل اني انا بحاجة لدم ولا مش بحاجة لدم المختبرات هاي هالك يعني امثلة بشكل هذا هنا زي سيلي بس حكينا عن التفاصيل اللي راح ناخدها فمش مهمة سوري هنا سيلي بس هنا عبارة عن applications فهذا هو الشابتر الاول ببساطة شديدة يعني عبارة عن concept عبارة عن حفظ وconcept بسيط السهل لو فهمت وحللت وكنت انت تضرب مثال على كل نقطة اه بدنا نروح على الشابتر اثنين اوكي الشابتر اثنين في وجود ايه واحد حال واردي تكون دعرف حلان ما خلناها بالقصة واصلا مش هالشي يعني اللي التركزنا علي يعني بصراحة طيب بس الشابتر اثنين الشابتر اثنين اللي هو في عندي انا elements هاي elements elements لشو عشان انا البروبليم تبعتي او ادزش ان انا بدي احللها وبدأ اضطر البناء عليها ففي عندي انا في عندي اوكي انه عندي four elements هدول four elements هدول four elements اللي احنا لازم نركز عليهم وكل element لها خاصة مساحة خاصة فيها انه تحلل وإلها شغلات معيزة رح نحكي عنهم هدول four elements انا كيف بدي اعني عشان احنا نفهم شو هم four elements انا احلها واخد قرار اول elements اللي هو value and objectives شو هي القيم والاهداف ماشي يعني شو هي الاهداف ترجم مش مني هي من السلايدات مش عارف فالvalue والobjective هذا الهدف او يعني شو الهدف اللي بدي اوصله ببساطة شو المشكلة اللي بدي احلها decision to make شو القرارات اللي لازم اخدها عشان احل المشكلة او اوصل للهدف Uncertain event اللي حكينا عنها ورح نشوفهم هسا بالتفاصيل والخطوة الرابعة اللي هو الconsequence الconsequence هي العواقب تمام هون شو بيحكيلي يعني كل خطوة من هاي النقاط منفصل منفصلة عنها عن الاشي الثاني انا بدي اكد لك بدي اكد هنا على فكرة مهمة انه الexamble تحت كل اشي كون عارفهم كون عارف ما يزبنوا بالامتحان هادي جدا يحكي لنا مثلا الexamble هذا تحت ايش انتراج objective uncertainty consequence decision making فالexamble تحت كل stage او تحت كل element مهم هذول هم الexamble طب سهول objective ببساطة انا لو سألت اي حدف سهول objective بدون ما يكون حافظ بحكيلي الهدف اللي انا بدي احقق وهي ببساطة الexamble عليها ببساطة to make another of money قال اني انا اجمع المال يعني investor استثمر لما استثمر هل هدف تبعي الهدف تبعي شو هو اني اجمع كمية بكل من المال طيب شوف مثلا الexamble رقم واحد which is successful اللي هو المزالع المزالع شو ماله يحفظ بنجاح الحفاظ بنجاح هذا هدف ببساطة الفكرة بدنا نأكد كمان على فكرة مهمة انه انا اذا ما كان في عندي value فبالتالي انا ما عندي objective وبالتالي اذا ما عندي value ولا عندي objective ليش اخد قرار وما عندي قرار اوكي برضو بدنا نميز مهم جدا وهذا الاشي بيجي في الانتحان بدنا نميز بين ال objective وبين هذا رح نحكي عنه ببساطة ببساطة شي جدا يعني هو هدف رح اكتب لك ها احققه عشان احقق الهدف الاساسي تبعي طيب شو هدف الاساسي تبعي اللي هو الunderling objective او fundamental objectives ببساطة انا عشان احقق هذا الاشي لازم احقق شو الobjectives الهدف الفرعي يعني نسميه هدف فرعي وهدف اساسي هذا الاساسي وهذاك الفرعي التعريف مهم جدا تكون عارف انت ببساطة اذا كنت فاهمه بالامتحان هتعرف اتميز يعني مش بات حفظ فاهم علي تمام وهذا الاساساسي هذا الاساسي بيحكي لك انه بده يسافر يكون مرتاح من نقطة اي لنقطة بي هاي الالترنيتب يعني ببساطة شو الهدف تبعه انه يسافر براحة هاي اول هدف والهدف التاني ترى اوف اشي جدا مهم شو الترى اوف انا بدي اكتب لكم يعني اوح احكي لكم ايه بالعربية اوح اكتب لكم التعريب طراحة شامل يعني هو الاساسي اوح احكي لكم ايه بالعربية الترى اوف هو مقايضة مقايضة كيف يعني مقايضة اذا حكينا احنا بتشابتر واحد لما يذكرين تمام في عندي اشي اسمه شو في عندي اسمه اللي هو الملتي اوبجيكتف صح اها لما يكون في عندي انا ملتيبل اوبجيكتف هذا منسمي يعني ملتيبل اوبجيكتف وملتيبل شنقه برستبيكتف اذا هو الاراء طيب انا لما يكون في عندي انا مثلا زي هون فكالي بده يسافر مرتاح وبرضه ايه هدف الاول والهدف التاني ينتقل من اي لبي فهو في عندي انا هذا منسميه trade-off. The trade-off ببساطة راح اكتب لكم ايه عسا. اللي هو balancing. Balancing. Difference. Objective. Objective. That. May. Conflict. Each other. شو يعني? اللي هو بحكي لي الموازنة او انه بدي اخد قرار بين two different objectives. Conflict each other. يعني تتعارض مع بعض. كيف يعني تتعارض مع بعض. نفس المثال اللي حكينا هسا. بسافر مرتاح وبنفس الوقت من A ل B. لابده ياخد قرار بحيث انه يعمل balancing بين two objectives. وسطة الكيف. كيف? ببساطة. يون برضو ضرب لي مثال انه. هاي بحكي لي انه. making money. او لا مش هون المثال. هاي هاي الامثلة. تلات امثلة هدول. هدونا التلات امثلة. بالامتحان انا بتذكر. جبلنا هاي النقطة. تمام? تمام امثلة زيادة. واي من الاتية تعتبر trade-off. انت رجب تفكر trade-off بدي اعمل موازنة بين two objective او اكثر. بتعارضوا مع بعض. ببساطة. اذا كنت احفظ هنش. مباشرة انت فاهم التعريف. بدي اعمل موازنة بين two objective او اكثر. بتعارضوا مع بعض. ببساطة. الاقزامبل 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 تحت اي مثال ضروري تكون قارئهم حتى تعرف تتميز وتجاوب بالامتحان. ببساطة تمام? مهم. هذا الاشي مهم. تمام. برضو هدا قرأوه والاقزامبل مهم برضو اذانا في الامتحان انك تعرف يتميز. يعني احكينا احنا مش كلش في هذا الاشي مهم جدا هذا الاشي مهم جدا هذا الاقزامبل بردو هذا اقزامبل تعمل انه رحم شطه فيه بشكل سريع في عندي انا As large Scale Manufacturer هذه شركة التصنيع هاي شركة التصنيع هاي شركة التصنيع اختب gourdes فعشان هيك الاقزامبل اقرأوهم هذا كان جواب السؤال. دائرة. تمام. هاي السلكة needed computing power for task ranking from accounting and work processing. اوكي. Inventory tracking and manufacturing support. هون شو بيحكيلي هاي الشركة الطيران بحاجة لكمبيوترات عشان تعملي لها التاسك تبعتها من ناحية process من ناحية inventory من ناحية tracking من ناحية manufacturing support. هاي كمبيوترات قوية شوي. ايش بيحكيني؟ when the company engineering department needed to expand a computing capacity by purchasing super computer. هاي شو بيحكيلي هون. هاي الشركة هذا جزء من الشركة ماشي. في عندي انا جزء من يعني engineering او ناس مسؤولين بدهم يوزعوا الشركة تبعتهم بحاجة يشتروا super computer عشان تقوم لهم في هاي التاسك. شو الهدف الاساسي هذا مهم برضه. هذا لازم تكون انت عارفه. يعني بالدوائر لو جاب لك اياه. مش نمتذكرة لو جاب لنا اياه. الهدف تبع هاي الشركة expand computer capacity version of super computer. هذا هو الهدف. ماشي. وفي عندي انا برضه بدنا نكون رحمين انه المانجر. المانجر عندهم وجهة. شو هاي الوجهة تبعتهم عندهم يعني. يعني. مهمة 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 ضخمة شوي او صعبة شوي. بحاجة انهم جابوا الكمبيوتر تعملوهم تاسك. اسم الشركة والهدف. ببساطة. وهون في عنا احنا برضه مهم هذا الاشي. في عندي انا five objectives لهذه الشركة. اللي هو price, performance, user needs, operation needs and management needs. حفظ. مع الامثل اللي تحتهم. ضروري. هيني بحكي. حفظ مع الامثل اللي تحتهم. اوكي. ممتاز. اه برضه انا بدي اكون برضه هذا السلايد يعني اه. يعني حكينا concept. احنا برضو بتقرؤوا. يعني انا بحاول اعطيكم الشراءات نتذكرها من الامتحان. فاهمين عليكم كيف. بس انت concept مجرد انك راح تفهم حفظ. يعني هذا الاشيو حفظ. كل سلايد لدي نكون حافظه. فاهم برضو بدك تميز انت شو هو القرارات اللي بتعتمد على بعض. في عندي انا قرار فوري. يعني مثلا. go, no go, accept or reject, invest or not invest. في متعالي. هذا قرار فوري. انا اول قرار بدي ااخده. القرار الفوري ايش مفتاحه? اللي هو الفير مجرد ما يحكي لك مثلا. فير مجرد ما يحكي لك مثلا. فير مجرد انه قرار فوري. مش انا داخد قرار فوري. طيب. في عندي القرارات تعتمد على القرار الفوري. هذا شو من سميه? هذا من سميه sequential natural. او اللي هو الله مصدر. وتعريفه مهم جدا. ببساطة. انا لما بدي ااخد. اه ببساطة. ببساطة شديدة. انا مثلا. اه عندي. اه اللهم صارع سيدنا محمد. اه بدي اروح مثلا على مكان. استعد مالية المساء. اوكي. طيب. القرار الفوري. القرار الفوري. يعني اطلعت من البيت. يعني اروح ولا ما اروح? مجرد ما قررت اني اروح هذا من سميه اللي هو طيب. بعدها طب اذا رحت على المكان شو بدي اسوي? بدي اقرر في مثلا او فعاليات يعني كثيرة. بدي اقرر. والله مسلا اعمل هون اسوي هيك اعمل هيك. هذا من سميه يعتمد على شو? على اللي هو نفسه تمام? يعني انا بحاول اعطيكم مثال صراحة بدون تحضير. مثال من بالي بحيث انت كل واحد يربط الامثلة اللي عنده. اللي اه بتناسبة له حيث يفهم الموضوع. اذا انت فهمت. فهمت جدا. فهمت concept. ما رح تتغلب بالحفظ. اصلا ما رح تحفظ. واضح. الدوائر بيكونوا جدا واضحات اذا انت فهمت. هادول مهمات جدا. انه اللي هو يعتمد على او او يعتمد على الشغلات. باست. 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 يعني انا بحاجة انت حكينا الامثل او الهاد مش اني انا بعمل اسكيب انكو اسكيب. لا مش اسكيب ولا اشي اسكيب. كل سلايت بيجي عليه اسئلة. انا بحكيه لكم. بس بالconcept بشكل عام يعني. اه هادول عجوة في الامتي حال. هادول اشي بيحكي لي انا لما بدي عميجي اعمل الاوتكم. اه احنا صراحة هون المفروض احنا كنا نشرح انا اسف هون كنا نشرح على ال value وعرفنا ال trade off واخدنا اشي مهم من trade off واخدنا مثال. بعدها هاده هاده تاني انا مصرح كان فيه عندنا four elements اللي هو ال decision to make وال value and objectives وال والconsequence. تاني objective اللي هو تاني element وهو decision to make وحكينا انا لازم مميز بين هذور الشغلتين. التالت اللي هو وحكينا عنه احنا كسير ال uncertain event اللي هو انا اشي ما بعرفه. chance note. chance note. ال example تحته مهم جدا 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 يعني كسير مهم. كونوا عارفينهم. يعني ببساطة. investment decision. طبعا انا. هل انا بعرف اذا اذا رحت مع كنار الاستثماء. هل انا بعرف ما احسير? اربح ولا اخسر? بعرف. هذا اسهم. انا بعرفش اذا فيه يعني ممكن اكيد الكل بيعرف والله البورصة والاسهم والعملات الرقمية. لما الواحد يقرر يعمل في هذا المجال. يا اما بالخسر يا اما بالربح. صح ولا لا. فهذا chance note ما حدا ما بعرفه. ماشي. اه برضه بدي اكون عارف انا اميز بين ال natural of uncertainty events. وهذا قسم لقسمين. discrete و continuous. كيف يعني discrete؟ كيف يعني continuous. كيف يعني discrete؟ كيف يعني continuous. طيب. discrete ما احنا عارفين؟ هو عبارة عن zero one. كيف يعني zero one؟ يعني one هو عبارة عن yes. zero عبارة عن no ببساطة. تمام؟ يعني هو measurement يا اما اروح او ما اروح. yes or no. اربح او اخسر. ما فيش خيار ثالث. تمام؟ يعني عندما اروح على الاستثمار يا اما بربح يا اما بخسر. ما في خيار ثالث. صح. ال continuous هو عبارة عن range. كيف يعني range؟ يعني هو بيعطيني. اه اللهم صلاة المحمد. اه يعني توزيع ال data او توزيع ال consequence تابعي او chance node يحتمل غير yes او نو. تمام؟ وبرضو في اشي كتير مهم انا كل ما زادت عندي. كل ما زادت عندي ال uncertain هيها. هذا الشيء ال problem. الله الله الله. هذا الشيء ال problem become more complicated. بتصير صعبة او معقدة اكثر اذا ال uncertain زادت. هذا كمان اشي مهم. وهذا السلايد يعني اكيد ما تعملوش كمانا. ال consequence هو العواقب. انا كيف بدي اعمل evaluation للاوتكم تبعي وده القرار تبعي. بلاي عرب عشرات هدول. حسد مصم بيجو في الامتخان. تمام؟ example يعني هدو. اه اللهم صلاة سيدة محمد اه برضو بدي اكون عارف انا في اشي اسمه تعريف او concept اسمه ال planning horizon. هذا ال planning horizon وبرضو اجب في الامتخان. انه انا ببساطة بعد ما اخذ القرار حتى ان ال consequence هو انا خلاص ال outcome او result او النتيجة. تمام؟ بعد ما اخذ يعني ال planning horizon اللي هو الوقت اللي هو decision maker صانع القرار يلاقي النتيجة تبعته. time when decision maker find outcome result. انه يلاقي النتيجة تبعته. ببساطة تمام؟ فعند اكون عارفها ان ال consequence هي هذه علاقة في ال planning horizon. احفظ. ال planning horizon شو هو الوقت اللي لازم صانع القرار يلاقي النتيجة بناءًا على قرار. طبعا هذا عبارة عن اقتصاد. لا تحكوش منه مش مطلوب بس لانه هادا السليدات انا ما بعرف من ايش وضعهم. هو مطلوب. اوكي. هادا هادا الجزئية الوحيدة الحل في هذا الشابتر وما اجع عليها. اه اشيء بس اصنعها بشكل سريع. طبعا فيه عندنا concept مهم جدا. مهم جدا نواجه في الامتحان انه المصاري يتقل قيمتها مع الزمن. مهم. مهم جدا. مهم جدا. عجالة. اوكي. كيف يعني المصاري بتقل قيمتها مع الزمن? زمان. زمان كنا نتعامل اه بالقرش. صح? قرش اللي هو اله اه اه كانت اقل عملة احنا لحقناها يفترض احنا من عمرنا. قرش. بعدين شرين بريزة رباع نص صح. طيب هسه. وفي قرش? لا. ما في قرش. هادا البقصوف المصاري بتقل قيمتها مع الزمن. القرش ممكن تلاقي والله ما عنده في البيت قرش. بس القرش انت لو تروح هسه تنزل فيه على مثلا على على الشارع. بيعمل لك اشي? بيجيب لك اشي? لا. فهذا المقصوف المصاري بتقل قيمتها مع زمن. نرسل اشي هسه الدينام. كمان خلينا نحكي. مش عارف كم سنة. اشي احسر فيها? نفس المبدأ. تمام? طيب. ببساطة انا بدي نفهم هولا شغله. هولا بيحكيني عن قانون. نفس الاشي احسن لحدناها في الاقتصاد يا جماعة. الاشي. بيحكيني عن قانون والاستفال. تمام? طيب. ببساطة انا بيطيني مثال. هذا المثال بيحكيني ان انا في عندي ميد دولار. ماشي. هاي اللي هي الانترسترات اللي هي الاي كنت نقول عنها زمان اي. انا بالمادة. هاي ار. ماشي ما فيه ينها في المصطلحات. انا والانترسترات. كم سيصبح بعد سنة? ببساطة باجي بحكي. يأما اني بطبق على القانون. او اني بطبق على. احنا نجح على القانون احسن. بجيب احكي واحد زائد ار اللي هي عشرة بالمية. طبعا هو بيحط عشرة على مية. عشرة بالمية هي نفسها هاي. قوة ان. حدد لعد السنين? لا فيها اصلا واحد. ضرب البرزنت. كم البرزنت مية? هيطلع معك مية وعشرة. نفسي ايش هذا السؤال? نفسي ايش هذا السؤال? تمام? هنا حكا لك اه 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 انت تحط هنا اه 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 وتغير طبعا شو? البرزنت. هون مية وعشرة ساقر. ابدا اتغييت. اه هون قانون البرزنت. نفس القانون الفوق بس خلها موضع للقانون. يعني عبارة عن اقتصاد. وهون برضو يعني برضو عبارة عن اقتصاد. كمان? بس هون عمل تريك في السؤال انه ما اعطاني اياها بالسنوات. اعطاني اياها بالاشهر. فبس كم عدد الاشهر? اتناعش. فبس تضرب اتناعش بترفعها لقوة اتناعش. يعني اقتصاد وطعمد اتقام ما فيها اي شيء. الموضوع بسيط. طيب. في عندي سؤال كان في اه الكتاب يعني عن هذا الموضوع. عشان يعني الناس خلف تتطمن انه هذا الموضوع بسيط اصلا 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 هو الموضوع يعني هذا زيادة صراحة. ما ما تعمق فيه اصلا ما تعمق فيه ابدا يعني. فهو بس اتنين مفروض. طبعا كان رقم اتمين فوسط خال. هاي سؤال. شو بحكي السؤال? اه انسيت احكي لكم اشياء من مجرس السؤال. انه لو بدي يشيبه في الامتحان حيطلب هذا المطلوب. مطلب. النت بريزن تفاليو. النت بريزن تفاليو. في عن النت بريزن تفاليو? اه طبعا. عشان ما حداش شيء لقلق من الموضوع. المربع والدائرة وهدول بشابة الثلاث رح نجيهم بالتفصيل الفور اليمنت جد بالتفصيل. اه مش ناسي اشي. اللهم صراحة. لانه الدكتور ممكن بالمحاضرة او يعني بيحضر هذا الاشي قبل الدوام رح يحكيك هاي دي في النود هاي كذا. لا هذا بتشغل تطلق عن حكي ذا التفصيل يعني. طيب هلا هولا بدي يطلب رح يطلب النت بريزن تفاليو على على اكثر من سنة. على اكثر من سنة. شو قانون النت بريزن تفاليو? اللي هو السميشن من سنة صفر لعدد السنة اللي هو محددها ان. اكس اي اللي هي القيم. تمام? قيم واحد قيم اثنين قيمة ثلاث قيمة اربعة يعني عدد السنين. تمام? على واحد زائد ار يعني هاي الارعمية اللي هي انترستريت نفسها النسبة اللي كافي السؤال. قوة كالي هي عدد السنوات. خلنا نجح نشوف السؤال ونعوض ونشوف هل يعني بناءا عن نت بريزن تفاليو راح خدد انا ربحان ولا خسران? ليش ان راح خدد انا ربحان ولا خسران? زي هذا السؤال شو بحكيلي? هالي ديزشن. تعودوا عليه انه هالي ديزشن. انا بدي ااخد قرار. قرار فوري. انه انا كان معاي اه اربعمية وخمس وعشرين. رحت عملت عليهم استثمار. هذا الاستثمار والله بالنهاية ربحني اربعمية وخمس وعشرين. تمام? هون ما عملت عليهم استثمار رحت انا اشتريت فيهم اسهم. اشتريت في الاربعمية وخمس وعشرين اسهم. هاي الاسهم رجعت لمية وعشرة مية وواحد وعشرين يعني على خمس اثنين. بدي اشوف انا. يعني ان السبب يعني بعمل آآ لسه ما اخدت القرار لسه بعمل يعني تحلل. بعد الجواب النهائي هون اعطاني اربعمية وخمس وعشرين. هون رح يعطيني جواب بعد ما نحسبها. بناءا عايش مين اقارر? اروح هون ولا اروح هون? هذا ربنا نشتغل عليه. طيب روح السؤال الكتاب. هو بطلب النت برسنت فاليو. وبناءا عن النت برسنت فاليو انا بحدد اربحان ولا اني خسرة. اوكي? طيب. ايجي نشوف سؤال رقم اثنين فاصلت ساعة اللي هو عاليو. شكل سريع. كالكوليت. نت برسنت فاليو. ماشي. اف بزنس. هذا البزنس في عندي كوست. يعني في انا عندي كوست سالب. اه 2500. لماذا تقول سالب؟ انه كوست. معروف. اه و الريتيرن. برجع لي. انا رح ادفع 2500. بعدين و الريتيرن. برجع لي. ايضاش برجع لي. ايني المقصود في كلمة برجع لي. انا بربح. او يعني بضوب لجابتي تمام. 1500. اه اد the end of this year. يعني هاي السنة الاولى. اه. اه. 1700. برجع لي. اه. اه. اد the end of the following year. يعني بالسنة التانية. السنة الوراها. ممتاز جدا. طيب. بزن نتبع الهي. الآن نتبع الهي. من السنة صفر لسنة ان. اكس كي او اكس ان خلية نحطها. انا متعود عليها ان صراحة انت كل واحد شو متعود عليها. اوكي. بعدها لحظة. اوكي. اكس ان اي على واحد زائد ار قوة ان. امورنا ممتاز. طيب يساوي. حسنا مجموع كل القيم. اول القيمة كانت عند بقديش ماينس الفين وخمسمية. يا سلام. طيب على واحد زائد ار قديش قديش في ار مطنيها? تلتاش بالمية. تلتاش بالمية. قوة ان. طب هاي يعني ما فيش في ان. انا قوة صفر. يعني انا القيمة اللي انا دفعته. فهذه اول اول قيمة. انا بلش من الصفر. تمام. بلس. اول قيمة الف وخمسمية. على واحد زائد تلتاش بالمية. قوة قديش? قوة واحد. بلس. الف. وسبعمية. على واحد زائد تلتاش بالمية. قوة اثنين. ويساوي. بعد ما نطلع الجواب هيعطيني. مية تمانية وخمسين فاصل سبعة وتمانين. الجواب موجب يعني انا ربحان. الجواب سالب يعني انا خسران. تمام? هذا الاشي اللي احنا بدنا نوصله. هذا الاشي اللي احنا بدنا نوصله. وهذا الحكي اللي بحكي عليه هون. اكس. انا خسران. انا خسران. تمام? اه. وهذا الاشي اللي كنا نحكي عنه تحت. ايش كمان هون بدي احكي اه. بس. طبعا السؤال اللي بحل فيه بالكتاب كان هذا السؤال. تمام? هذا السؤال راح حسب هون نفس الاشي اللي بنعمله. عنده بي. بي. يعني عنده اكثر من قيمة. عوضهم على القانون هاد. اعطاه بس هي هاي الفكرة. يعني نفسا للسؤال. بس هو اعمل لك اعشاك طيب. في كمان سؤال اللي هو اتنين فاصلة عشرة. اتنين فاصلة عشرة. اه. حاولوا فيه لحالكم. بس هو الموضوع اخطر اعطيكم انا بشكل عام بشكل سريع كيف. حاولوا فيه لحال. نفس الافكار. بشكل سريع. بحكي لي فان ذا انت نفس القانون. بدي اشوف شو كوست شو مش بوست. باجي بحكي. بحكي لي انا في البداية عندي قديش. سالب اتناشر الف في السنة الاولى. طبعا على الانترستريت. الانترستريت هي ماتكية. وبحكي لي كمان انه في عندي اه في السنة التانية والسنة التالتة خمسمية خمسمية يعني خمسمية زائد خمسمية. والسنة الرابعة نقص الفين. والسنة الخامة. يعني بس دعوض الارقام واطلع قديش عندي نت بريزنت فاليو. هي تكون شابة اتنين ان شاء الله انه خلاص. حكيت لكم هو عبارة عن كونسبت. اه هو عبارة عن خلاص. بدك انت ترجع تمسك الاستداد. تقرأ تفهم سبا مع الدبتور برضو. يعني بس انا حبيت امر عليهم بشكل سريع شابتر واحد وشابتر اثنين شابتر ثلاثة ان شاء الله. يعني بس لدي فيديو الحالة برضو ان هو فيها كونسبت يعني بخلصه شغلة عشر دقايق. شغلت حل بسيطة. شغلت عشر دقايق قربة السنة بعدين يبلش في شابتر اربعة. اللي هو بلث من هنا الجد لشابتر اربعة رح نمسكه كامل. نفصله تفصيل كامل ونحل امثلة زيادة اني رح نطور في شوي. وبس والله هذا كل اشي يعني ولا تنسخونا من دعواتكم. والله اتخلنا عبشان.